طبعاً الدولة السورية فيها أخطاء وكان فيها مشاكل وتحتاج إلى إصلاح طيب هل الدولة السورية وحتى الرئيس نفسه ذكر ذلك جيد هل الدولة السورية كانت تحمل السيف وتقتل الناس في سوريا؟ هل هذا؟ كان هناك الأمن والأمان سمع الشيخ متى بدأ القتل والاقتتال؟ متى؟ مع دخول هذه الجماعات التي خدعتها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وخدعتها حتى على السعودية وحركتها فحملت السلاح وحصل ما حصل في سوريا من دون طلقة واحدة على إسرائيل فإذن من يقتل دفاعاً عن النفس ومعذور شرعاً والتالي الآن الجيش السوري عندما يقتل خطأاً طبعاً نحن نقول بأنه لا إثم عليه ولكن في دية ولكن إذا قتل بدون عذر بدون فساد بغير نفس طبعاً هذا مرحب وأما إذا كان يقاتل دفاعاً عن وطنه دفاعاً عن أرضه عن عرضه لا أقل أمام داعش أولاً الذين الآن كل المستحدة الوهبية يقولون أنه داعش هي فئة باغية وتمثل خوارج فإذا بشار وغير بشار إذا كان وجيش السوري وكل من انضم إليه وحلفاء الجيش السوري يقاتلون دفاعاً عن سوريا المقاومة وسوريا الأرض والعرض والمال فهؤلاء لا ينطبق عليهم أنهم قتل أو أنهم مجرمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر